وفقا للقادة فإن التدريبات النهارية واللالية تهدف إلى اختبار قدرات الضباط والجنود على الاستجابة للطوارئ وقدرتهم على استخدام الأسلحة فعليا وتنصيق قيادتهم في بيئات ساحة المعركة المعقدة وتشمل وحدات التدريب التعامل مع حالات العدو المعقدة والمتغيرة في البحر والجو مثل الأهداف المشبوهة وقوارب الصيد المسلحة للعدو وتهديدات الأسلحة وما إلى ذلك أثناء القتال يجب عليهم أيضا مراعاة إنقاذ الجرحى والتعامل مع الحرائق والمواقف الصعبة الأخرى ساحة التدريب اليوم هي ساحة المعركة البحرية غدا فقط من خلال وضع عقبات أكثر صعوبة يمكننا تطوير المحارات اللازمة للقتال وتحقيق النصر